بالنسبة لبلاطة الحمام طبعا احنا عارفين المفروض بلاطة الحمام الليفل بتاعها بيبقى اوطن بقية البلاطات اللي جنبيها في حدود كام في حدود عشرة او خمساشر سنتي كنقونا عشان نحط العزل وموسير الصرف وهكذا طب هيا في البلان بباني ازاي بيتعمل لها تهشير دايما عشان يبقى معروف ان الليفل بتاعها اوطن من اللي حولها بكام بخمساشر سنتي طيب وساعات بيترسم لها يعني يجو اقطعه في القامرة كده ويترسم على نفس البلان بالمنظر ده يبقى ساعات تباين من انت فانا ان الليفل بلاطة الحمام اوطن من البراطة اللي جنبها طيب التسليح نفسه يبقى عامل ازاي عندنا حالتين يأما ناخد بلاطة الحمام سيمبل لوحدها وقبالك في الحالة دي يعني البراطة دي تبقى دي سيمبل ودي سيمبل عساس ان فيه فرق ليفل بينهم يعني فيه هوا طب لو انا خدت الشريحة دي سيمبل وشريحة دي سيمبل يعني محطتش نيجيتف بين البلاطين فاكر البلاطين دول ما يتحط عليهم لود مش هحصل لهم ديفلكشن طيب بس انا حاليا دلوقتي محطتش نيجيتف لا هنا ولا هنا يوصل لي بين البلاطين مع بعض فبالتالي متوقع ايه اللي يحصل طبعا الخرصانة اتشرخ الناحية دي وناحية دي وكل واحدة فيهم تشتغل سيمبل طب هو الحل ده غلط لا صح طبعا وكل حاجة بسيح ما نفضلوش ليه عشان ساعة تبقى فيش روح كبيرة شوية بزاد في بلاط الحمام طيب ده ما بدائيا لكن مهاش غلط الحل التاني اللي ممكن يتعمل ايه هو ان احنا نكمل الشريحة طب ازاي كامل الشريحة وفيه فرق في الليفل خب بالك كده لو انا كملت الشريحة معناها انا هحتاجة احط ايه في الاخر حديد نيجيتف متكمل من هنا ومكمل من هنا اوكي لو احنا حطنا حديد نيجيتف من ناحيتين في الحديد يعني الشريحة في الاخر بقت ايه بقت كونتينيوس فاخد بالك بلاطة الحمام فيها 2 كيسز عندنا ياما تاخدها سيمبل لوحدها على السنة هي في ليفل مختلف ياما تكمل الشريحة وتاخدها ايه تاخدها كونتينيوس مثال بسيط كده تخيل مسلا لو عندنا هنا بلاطة جنبية بلاطة حمام وجنبية كانت ليفر وبالمناسبة هو في كانت ليفر بلكونة على الحمام اه بيبقى منشر بيسموه منشر ساعت المهم للوقتي احنا عارفين ان بلاطة الحمام في ليفل مختلف ولا لأ وان لما نحب نسلح هنا في 2 كيسز لو انا حبيت اخد بلاطة الحمام سيمبل لوحدها يبقى بمعنى صح الشريحة دي سيمبل وجات لحد هنا ووقفت ليه لان بعدك ده فيه هوى في ليفل مختلف طب الشريحة بتاع بلاطة الحمام يمنها وشمالها مش يعتبر ليفل مختلف وبرضو يبقى توقف عشان يمنها وشمالها فيه هوى طب شريحة المانشر ده اللي هو الكنتليفر ده هتيجي لحد هنا وتوقف عشان بعدك ده فيه هوى طب عنديها تتشلى عندنا على كم كاميرا كاميرا واحدة بس تقوم تعمل ايه للكاميرا تعمل تورشن للكاميرا لما تيجي ترسم التسليح طبعا التلات شرايح شريحة سيمبل وشريحة سيمبل وشريحة كانتليفر لما نحب نرسم عندنا دلوقتي فكر كده الحديد السفلي هنا هيكمل منين لفين من نص الكاميرا لنص الكاميرا بس خبالك ماينفعش نعديه بعد وش الكاميرا لانك كده هيبقى طالع برا في الهوى فخبالك دايما لو فيه فرق في الليفلز عندنا دايما تسليح لازم يقفين في نص الكاميرا نحطوله على الاربع عشرين طب شريحة السيمبل التانية برضو من نص الكاميرا نص الكاميرا ونحطوله على الاربع عشرين طب بالنسبة تفاقنا للكنتليفر ده هيعمل ايه شوكة اللي كانت بتاعتها فين تحته ولا فوق بما ان ده خط سولد يعني الخط هنا وهنا سولد مش دوتد يعني طبعا دي تعتبر كاميرا ايه كاميرا سقطة يبقى مفروض لو هنعمل شوكة تبقى كانت بتاعتها فين لتحت هنا خبالك احنا سلحنا الشريحة دي على اساسا البراطة الحمام ايه سيمبل طب لو عايزين نخلي الشريحة كونتينيوس عشان ما نجيبش تورشن وخبالك ممكن قوي يطلب منك يقولك مش عايزين تورشن على الكاميرا دي خلي الكاميرا دي فري اوف تورشن طب ازاي خلي الكاميرا فري اوف تورشن فكر كده لو احنا كاملنا الشريح ساعتها الشريح بقت من شاء الله على كام سابورت ساعتها طبعا مش بقى فيه تورشن بس خبالك من حاجة تانية شريحة زي دي دلوقتي لما نيجي نرسمها البلاطة هنا والبلاطة هنا اعلى من بلاطة الحمام بقى ايه عشرة سنتي لكن عشان فرق النيفل ده عشرة سنتي احنا ممكن في الحسابات مش في التسليح في الحسابات اوكي نعتبر كأن شريحة ده في الحسابات ونحلها عادي يخلص ونرسم المومت لكن في التسليح اكيد لازم يتعمل حساب فرق النيفل فتعالي نحسابها كده لما تيجي ترسم التسليح طيب في عندي هنا في مومنسوفلي هنا يبقى التسليح بتاعه منين لفين من نص الكاميرا لنص الكاميرا وانا عشان في فرق في النيفل وهنا برضو في مومنسوفلي يبقى من نص الكاميرا لنص الكاميرا طيب بالنسبة عندنا للحديد اللي في المنطقة دي الحتة دي ينفع تسليح النيجيتف هنا يتخذ ما ينفعش ليه يخب بالك ده كده معناه ان هو الحديد ده هيبقى ماشي كده طاير في الهواء اوكي تخيل لو احنا قطعنا كده وبصينا هنا ينفع التسليح ده يبقى طاير في الهواء لا طبعا ساعتها تضطر تعمل ايه انا محتاجة حط حديد نيجيتف يعني يبقى صح يتمد من ناحية دي اللي على الاربعة ويتمد من ناحية دي كمان كام اللي على الاربعة طيب فاكينا قلنا ايه لا هيحصل في المنطقة دي الكوفر هنا هيكسر ماشي عشان يدع عليه تنشن فبالتالي محتاجين نعمل ايه هنا طب فيونكا ولا مقص الحتة الدياء دي يفضل ايه طبعا يفضل تتعمل فيونكا فاخد بالك يبقى لما تيجي ترسم هنا التفصيلة في فرق في بلطات يبقى التسليح هنا اللي هو يتمد اللي على الاربعة ينزل في حدود عشرة سنتي لو فرق ويعمل فيونكا ويكمل اللي على الاربعة برضو طب وعشان ما نطلخبطش هو تسليح ده صح ولا ده صح مين فيهم لا صح طبعا اللي تحت لان اللي فوق ده ان بلطة الحمام اعلى من بلطة اللي جنبيها طبعا ده غلط اوكي فاخد بالك بس ايه انهي اعلى من التاني طيب بالنسبة عندنا تفاقنا ده هو ده هيعمل قلنا لأ ليه قلنا عشان خلاص الشريحة متشلعة لأكتر من كامرة او بمعنى سقع حشر المومن ده اتعالها بع البلطة اللي هراء فبالتالي مفيش تورش انا هيروحها الكامرة طيب فاكي نقلنا يبقى المفروض الشوكة بتاعتنا هنعمل فيها ايه هنعملها كانة ولا مدى واحمص طبعا قلنا هنمدى واحمص لكن ينفع تتمد ما ينفعش عشان فيه فرق في الليفل فتعال نقطع كده هنا ونرسم اللي هو الشكل ده الكنتليفر عندي اعلى بلطة الحمام في حدود كام عشرة سنتي طيب هنعمل شوكة والشوكة دي زي ما تقفنا ومفروض تتمدى هنا كام واحد نص الكنتليفر طبعشان الكفر ده ما يكسرش هنعمل ايه برضو تقفنا هاتي تعمل هنا فيونكة يبقى خبالك مفروض هنعمل شوكة وننزل عشرة سنتي نعمل فيونكة ومدى واحد نص الكنتليفر الكلام ده لو احنا تقفنا مش عايزين نعمل طورشا عالقمر ايه بمعنى صح هناخد شريحة بلطة الحمام ايه كنتينيوس مش سيمبل طيب في الكلية احنا بنستسهل وبناخدها ايه سيمبل عشان اسهل اوكي لكن الاحسن انت فهنا عشان نقلل الشروخ عندنا ان انت تاخد شريحة كنتينيوس طيب مثال مثلا تخيل لو احنا فيه عندنا بلطة حمام وكان فيه بلق هنا في الكورنر كده فكين المفروض دلوقتي شريحة الكنتليفر هنا وشريحة الكنتليفر هنا هيعمله ايه طبعا طبعا لو انت هتوقف الشريحة مش هتكملها هيعمل تورشن يعمل ده يعمل شوكة وده يعمل شوكة طيب بالنسبة للكورنر اللي هنا ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده ينفع هنا نعمل شوكة على زاوية خمسة واربعين طبعا ما ينفعش عشان فيه فرق في الليفل فهنا هنضطر نرجع للحل الاولاني لو تفتكر قلنا ايه هو ان احنا نيجي في المنطقة دي في الحتة المربعة دوت ونعمل شبكتين حديد الشبكة السفلية خمسة في عشرة والشبكة العلوية نفس اسليح الشوكة الموازية لها يعني بالنسبة لحديد اللي بالعرض هحط حديد سفلي بكام خمسة في عشرة طب هحط هنا حديد علوي قيمته كام نفس اسليح الشوكة دي الموازية لي طيب طوله قد ايه لو تفتكر طول السيخ كله اتنين الكنتليفر الناحية التانية الحديد اللي بالطول طبعا بس هنبصها ناحية اللي مين الحديد السفلي هبقى بكام خمسة في عشرة والعلو يتفانى نفس اسليح الشوكة الموازية لي اللي هي الشوكة دي والباقي يكمل كم برضو خمسة في عشر